اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول رئيس مجلس الوزراء اكد اهمية تعزيز العلاقات بين مملكة البحرين والجمهورية العراقية الشقيقة والدفع بها نحو مجالات اوسع جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر رفاع اليوم سعادة الدكتور احمد نايف الدليمي سفير جمهورية العراق الشقيقة لدى مملكة البحرين بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لبلاده في المملكة حيث اعرب سموه عن شكره وتقديره لدور السفير وجهوده المتواصلة فترة عمله لتنمية وتطوير العلاقات الاخوية القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية العراق متمنيا للعراق الشقيق المزيد من الاستقرار والازدهار والنماء وخلال اللقاء استعرض سموه مع السفير العراقي القضايا ذات الاهتمام المشترك من جانبه اعرب سعادة السفير العراقي عن شكره وتقديره لصاحب سموه الملكي ولي العهد نايف القائد الاعلى نايف الاول رئيس مجلس الوزراء على فرصة اللقاء بسموه وما لقيه من دعم ومساندة في مملكة البحرين اسهمت في نجاح مهمته متمنيا للمملكة كل تقدم وازدهار في ظل قيادتها الحكيمة